تحتفل بلادنا مثل المجتمع الدولي كل عام في الفترة من الثامن عشر إلى الرابع وعشرون من نوفمبر بالأسبوع العالمي للتوعية لمقاومة المضادات الحيوية للإعلام ورفع مستوى الوعي العام بالمخاطر المرتبطة باستخدام المفرط للأدوية سواء في البشر والحيوانات وتظهر البيانات أن دول أفريقية جنوب الصحراء الكبرى لديها أكبر عدد من الوفيات المرتبطة بمقاومة مضادات الميكروبات بمعدل 99 حال وفاة لكل 100 ألف شخص إن سوء استخدام مضادات الميكروبات والإفراط في استخدامها هو العامل الرئيسي الذي يؤدي إلى ظهور مسببات الأمراض المقاومة للأدوية إن الافتقار إلى إمكانية الوصول إلى مياه الشرب الصاف الصحي وعدم كفاية تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها يؤدي إلى انتشار الميكروبات التي يصبح بعضها مقاوما للعلاجات المطادة للميكروبات ولهذا السبب تولي الحكومة بتوجهات من الرئيس الانتقالي الفريق أول محمد إدريس دبيتنو الاهتمام الكامل لهذه القضية كما يتضح من الاستثمارات العديدة المخصصة للنظام الصحي لدينا جميعا دورا نلعبه في احتواء هذا التهديد العالمي وهذا يتضمن تحسين سلوكياتنا في البحث عن الصحة والتوجه إلى المتخصصين في مجال الصحة للحصول على المشورة في حالة المرض ومراقبة العلاجات الموصوفة حرفيا طوال مدة العلاج دعونا نحتفلو معا بالأسبوع العالمي للتعوية للمقاومة مضادات الميكروبات لرفع مستوى الواعي الحقيقي نسمع نميكروبات المشورد في حالة المنزل في حالة الماضية للمقاومة ممتازات المزلين لراقبة العلاجات المزلية للمقاومة مستوى الماكنتبع للمقاومة مستوى الواعيق